ندخل الجزئيه جديده بيقول لك number 2 بيقول لك فريلي ساسبنت فريلي ساسبنت ماجنت ويستيكس افكس الديريكشن الساسبنت دي يعني المعلق فريلي دي يعني حر ماجنت مغناطس يبقى المغناطس المعلق حر الحركة اللي هو اللي احنا معلقينه بالشكل اللي قدامك في الصورة ده المغناطس اللي احنا معلقينه ويكون حر الحركة يعني مفيش حد ماسكه ماشي always takes a fixed direction دايما ياخد اتجاه ثابت زي ما احنا شايفين كده يعني هنجيب مغناطس ونعلقه بخيط ونهم جايين محركين وهزينوا بالراحة كده ونسيبوا يثبت لوحده عشان نوقفوا حنا حالك هنبصت له ان الكتب الشمالي خد اتجاه لوحده كده ثابت والكتب الجنوب خد اتجاه ثابت هتقول لي ممكن يكون هو واقف كده وخلاص هقول لك طب جربها تاني كده حركوا مرة تانية وسيبوا برضو يثبت لوحده هتلاقيه خد نفس الاتجاهات دي تاني طب جربها مرة تالتة كمان هتبصت لاقيه واخد نفس الاتجاه تاني الحكاية تعالوا كده نشاط يوضح تجربة توضح تجربة توضح ان المغناطيس حر الحركة يأخذ اتجاه ثابت وهو اتجاه الشمال والجنوب تقول لك تجربة توضح تجربة توضح حرك مغناطيس يمت اليمين والشمال بالراحة يعني قليلا ثان تركه ويستقر ويستقر وكرر الخطوة السابقة لعدة مرة الابزرفيشن بتاعتنا اللاحظ ايه لما احنا عملنا كده قال لك الان اتش تايم في كل مرة one ball of the magnet tries to search for the north direction نجد ان في قطب من المغناطيس دايما يبحث عن اتجاه الشمال while the other ball والقطب الاخر tries to search for the north direction دايما يبحث عن اتجاه الجنوب الانفرنس 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 المغناطيس حر الحركة always takes a fixed direction دايما ياخد اتجاه ثابت which is north سواء اتجاه الشمال والجنوب the ball of magnet قطب المغناطيس which points to the north direction اللي بيشير نحيط الشمال قطب اللي بيشير نحيط الشمال نسميه ايه cold north ball in اختصاره in but the ball of magnet which points to the south direction واللي بيشير نحيط الجنوب cold سنسميه south ball الكود بالجنوب اللي اختصاره s يبقى in north و s south بيقولك number 3 like magnetic balls repeal each other but the unlike attract each other يعني الاكتاب المغناطيسية اللي شكل بعضها بيحصل لها عملية repeal تنافر والاكتاب المغناطيسية اللي هي مش متشابهة اللي هي مختلفة يعني بيحصل لها عملية attract تجازب ثانو كده هناخد نشاط بيقولك steps الخطوة بيقولك bring two bar magnets يعني احضر مغناطيسيين هنجيب اتنين مغناطيس and hang one freely وهنعلق واحد هنجي دي يعني اعلق احدهم freely حر buy a thread بسطة خيط then leave it to settle يعني وتركه لغاية ما يستقر approach كرب the north ball القطب الشمالي off the other magnet لمغناطيس اخر to the north ball off the hanging magnet وقرب القطب الشمالي المغناطيسي انت مسكه في ايديك للقطب الشمالي بتاع المغناطيسين اللي انت معلقه هتلاحظ the north القطبين الشماليين repeal each other تنافره مع بعض repeal دي يعني تنافره number 3 بيقولك approach the north ball قرب بقى الكطب الجنوبي off the magnet to the south ball off the hanging magnet قرب الكطب الجنوب للمغناطيس اللي انت مسكه مع الكطب الجنوب للمغناطيس اللي انت معلقه ايه اللي هتلاحظه برضو هتلاحظ ان the south ball الكطب بين الجنوبين repeal تنافره برضو each other number 4 approach the north ball قرب الكطب الشمالي off the magnet للمغناطيس to the south ball off the hanging magnet للكطب الجنوبي بتاع مغناطيس المعلق نلاحظ ايه ان north ball الكطب الشمالي attractis انجزب to the south ball للكطب الجنوبي اذا بقى يبقى اذا لما اقرب شمالي north ball مع north ball يحصل repeal ولما اقرب south ball مع south ball يحصل repeal لكن لما اقرب north ball كطب الشمالي مع south ball يحصل attractis تجازب يبقى اذا الانفرنس بقى الكونكلوجين بتاعنا الاستنتاج the similar magnetic balls الأقطاب المغناطيسية المتشابهة repeal تتنافر each other but the opposite but the opposite magnetic balls لكن الأقطاب المغناطيسية المختلفة الأقطاب المتضادة attract تتجازب each other طيب ده كده قانون التجازب والتنافر تعالوا كده ننقل على الخط ورقم 4 ونقطة رقم 4 من البروبرتيز بتاع المغناطيس بقولك the magnetic surrounded by an area called magnetic field المنطقة حوالين المغناطيسي surrounded يعني حوله المغناطيس يعني زي المنطقة called تسمى magnetic field المجال المغناطيسي تعالوا كده نعرف magnetic field المجال المغناطيسي it is the space around the magnet in which the effect of magnetic force appears يعني هو المنطقة حول المغناطيس around يعني حوله زي المغناطيس which the effect magnetic force appears اللي بتظهر خلالها التي تظهر خلالها اثار القوى المغناطيسي اثار او تأثير magnetic force الكوى المغناطيسي يبقى هو المنطقة حول المغناطيس الذي تظهر خلالها اثار القوى المغناطيسية طب تعالوا كده نعرف magnetic force ايه بقى القوى المغناطيسية it is the ability of the magnet to attract the magnetic materials existed in its field يعني هي قدرة المغناطيس قدرة المغناطيس على جذب المواد المغناطيسية اللي هي magnetic materials exist الموجودة in its field في مجاله يبقى قدرة المغناطيس على جذب المواد المغناطيسية الموجودة في مجاله هي magnetic force القوى المغناطيسية طيب بقولك ان القوى المغناطيسية ده بكون invisible يعني غير مرئية ما بتشوفهاش بعين عين لكن نقدر ان احنا نستخدم iron filings نقدر نستخدم برط الحديد to show the magnetic field لتوضيح المجال المغناطيسي بقولك النشاط ده هنرسم فيه مجال المغناطيسي او هنوضح فيه المجال المغناطيسي steps بقولك put a bar magnet horizontal on a table هنحط مغناطيس بشكل افكي هوريزون تالي دي يعني افكي على تارابيزم then put a glass sheet on it وهنحط لوح ازاز عليه sprinkle rush some iron filings هنرش بعض برط الحديد on the glass على لوح الازاز then knock on it slightly وبعدين هتترك برحة كده بسبعة تخبط كده على لوح الازاز برحة كده بسبعة قليلا slightly يعني قليلا observation بقى اللحظ ان iron filings ان برط الحديد are arranged around the magnet in a regular way ان برط الحديد انتظمت حوالين المغناطيس بشكل منتظم كونتلي شكل منتظم كده حوالين المغناطيس the biggest of iron filings الكمية الكبيرة من برط الحديد assembled at the two balls الجمعت عند القطبين ايه القطب ده القطب ده الكمية الكبيرة من برط الحديد جدت في القطبين الاثنين الانفرنس بقى الconclusion بتاعنا الاستنتاج بقولك ان the magnetic field المجال المغناطيسي around the magnet takes a regular shape المجال المغناطيسي ده بيكون حوالين المغناطيس وبيبقى له شكل منتظم the greatest magnetic force القوى المغناطيسية تكون اكبر ما يمكن off the magnet is concentrated at two balls off magnet بتكون متركزة اكتر عند القطبين بتاع المغناطيس طيب نتنقل على ثاني حاجة عندنا سنة 5 second the uses of the magnet احنا تعرفنا عن المغناطيس تبدل الوقت بقى جهة استخدامات المغناطيس بيستخدمه في ايف حياتي بيقولك بيستخدم المغناطيس ده في عمل المغناطيسي المغناطيسي اللي هي البصلة البصلة اللي قدامنا دي نستهي عباره عن مغناطيسي صغير حر الحربة 1 1600 600 اللي هي سنة 1600 واحد اسمه عالم اسمه ويليام جيلبرت ويليام جيلبرت ده the first who made magnetized needle to be light for spining freely يعني هو اول عالم اخترع الابرة المغناطيسية magnetized needle وهي عباره عن مغناطيس صغير اسم حر الحركة spining freely and it was the basic idea in making the compass وكانت دي الفكرة الرئيسية اللي تسمعت منها البصلة structure of magnetic compass يعني تركيب البصلة consists of تتكون من a light and small magnet من مغناطيس صغير وخفيف that can spin freely around يعني يحر الحركة around a fixed axis يدور حول محور ثابت fixed axis axis يعني محور ثابت north ball of this magnet refers to the north direction يشير الى الكتب الشمالي south ball refer to the south direction of earth يشير الى الكتب الجنوبي طيب عندي بعد كده اهمية البصلة يقول لك importance of the magnetic compass طبعاً بنستخدم البصلة it is used to identify تستخدم تحديدا the main for geographical direction تستخدم في تحديد الاتجاهات الأصلية الأربعة البصلة تستخدم في identify the main for geographical direction في تحديد الاتجاهات الأصلية الأربعة اللي هو north north south 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 east west طيب يقول لك ازاي تسمع بصلة في البيت في المنزل how can you make a model of compass هنجيب piece of core core كده اللي هو الفلين قطعة من الفلين زي اللي قدامنا في الصورة دي الفلين ده زي اللي بيجي مع الأجهزة الجديدة انت شاري مثلاً تلاجة جديدة أو تلفزيون جديد بيجي مع ابطع أبيض كده في الكارتون هو ده الفلين هتجيبه وهتجيب عندك needle magnetic needle إبرة مغناطسية الإبرة دي هتجيب إبرة طولة زي إبرة التريكو كده وهتقوم جاي أعملها مغناطس إزاي هتجيب مغناطس عندك وتمسك الإبرة تقعد تمشيها على المغناطس رايح جاي كده مش رايح جاي لا يعني تمسكها تعديها على المغناطس مرة كده وبعد كده المرة التانية وبعد كده المرة التالتة والمرة الرابعة تقعد كده تعمل كذا مرة لغاية ما هتلاقي الإبرة بقت مغناطس دي تقربها لأي حاجة كده معدنية هتشبك فيها هتقوم جاي مدخلها جوة الفل كده بعد ما تعملها في إناء مملؤ بالماء تبص تلاقي برضو ان البصلة اللي انت عاملها دي بتقعد تلف وتلف وتاخد اتجاه معانه وتثبت عليه تيجي تحركها تلف برضو وتاخد اتجاه معانه وتثبت عليه يبقى بيقولك بيسوف كورك وزة ماجنتيك نيدل هنجيب إبرة معناطسية وقطعة من الفلين فلوتس تعوم أو تطفو فريلي ديت اللي هي تستقر ثم هتستقر اللي بعد ما تتحرك هتستقر وهتاخد برضو اتجاه الشمال والجنوب الانفرنس بتاعتنا الاستنتاج زا كومباس از ماجنتيك نيدل زا تيجس افكس الديريكشن هوتش از نورس ساوز ديريكشن بيقولك ان البصلة هي عبارة عن إبرة معناطسية بتأخذ اتجاه الشمال والجنوب اتجاه ثابت هو اتجاه الشمال والجنوب طيب يجي سألها كلنا على اللي ما يقضي زا كومباس اس يوزد تو لوكايت زا مان فور ديريكشن ليه البصلة بتستخدم في تحديد الاتجاهات الأصلية الأربعة هقوله لأن القطب الشمالي والقطب الجنوبي من الإبرة المغناطسية دايما بيشيروا باينت الى اتجاه الشمال والجنوب الجغرافي طيب كده بنكون خلصنا الدرس يا سنة خمسة عندك الكلمات هيت ان شاء الله هرفحها لك على صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي الرابط تحت في الاسكريبشن بتاعهم نزلهم وحفظهم كويس الأول وبعدين تحل الأسئلة بتاعت الدرس كلها أسئلة اكتراهية ومنوعة ولو أي سؤال وقف قدامك معرفتش تحله ابعتولي إما في رسالة كومنت تحت الفيديو أو ابعتولي على صفحتك على الفيسبوك وإن شاء الله هجاوبك عليه وما تنساش سبسكرايب للقناة وتعمل لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته